اشتركوا في القناة الكرواتي في لقاء اليوم ضد السعودية كان واحد السؤال يطرح نفسه بقوة. واش المنتخب الكرواتي؟ منتخب واخد كتر من حجمه ومشيوه ذك المنتخب ديال 2018 اللي وصل لنهائي كأس العالم ولا اليوم مجرد مقابلة ودية ممكناش نقيم بها المنتخب الكرواتي لان الوديات تختلف على رسميات اكيد على الناد المنتخب في المقابلات الرسمية غير عب تشكيل مختلفة وايضا سيلعب بطريقة اخرى الشيء اللي كيعجبني في المنتخبات المرشحة والمنتخبات الاوروبية اللي دائما كتلقا في البوديوم النجاعة الهجومية عشرة على عشرة اليوم المنتخب السعودي كان هو الطرف الافضل سيطر على اللقاء خلق فرص كثيرة ارقامه الاحصائية تتحدث عن نفسها المنتخب السعودي في اللقاء اليوم لو انه استغل الفرص التي اتيحت له كان يمكنه يربح على الاقل بجوج ولا ثلاثة دين الاهداء يعني شفنا جوج ولا ثلاثة دين انفراضات ضاعت بوحد طريقة غريبة ومن الواضح بصمة ايرفيرونار على المنتخب السعودي هذا المدرب اين ما حل وارتحا يخلي البصمة دياله عكس المنتخب الكرواتي جوا في اللقاء جوجة المحاولات جوجة الفرص حقيقية للتسجيل السجيل منها جوجة الاهدف هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل والهدف اللي ربحوا به اللقاء نجاعة هجومية عشرة على عشرة وهذا نفس المشكلة اللي يعانيه منه المنتخبات العربية والمنتخبات الإفراقية في العديد من اللقاءات تتقى المنتخب العربي يدخل ويسيطر ويخلق فرص كثيرة ويضع كل شيء في القرى ولكن الشيء الأهم ما يخشيش قرى في الشبكة ولقاء اليوم ذكرني بالمشاركة ديال المنتخب الوطني المغربي في كعس العالم 2018 لعبناه ضد إيران كنا الطرف الأفضل سيطرنا على اللقاء بالطول وفي العرض خسرنا بهدف اليسار لعبنا ضد المنتخب البرتغالي واستقبلنا هدف في الدقائق الأولى من كرة تابتة من بعد ذلك سيطرنا على مزرية اللقاء وجاتنا فرص كثيرة ما خشيناش كورا في الشبكة وخسرنا بهدف اليسار لقاء الثالث لعبنا ضد المنتخب الإسباني والمنتخب الإسباني تعادل معه المنتخب المغربي بيشق الأنفس بصعوبة وبمساعدة الحكم بجوش الجوش حصيلة المنتخب الوطني المغربي لعبنا ثلاثة ديال اللقاءات سجلنا فيهم جوجي الأهداف وأكيد لما كتسجل جوجي الأهداف في مرحلة ديال المجموعات والشباك ديالك تستقبل أربعات ديال الأهداف لا تكون الحصيلة كافية لكي تأهل للدور الثاني المنتخب المغربي يجب أن يستافد من الأخطاء التي طحنا فيها 2018 نجاعة الهجومية عندها واحدة دور كابير والمنتخبات التي تأهل والمنتخبات التي تنافس على الألقاء هي التي تستغل أنصاف الفرص ما غادش نقول لك تضيع فرصة حقيقية للتسجيل لأنك إلا ضيعتي فرصة حقيقية للتسجيل راب بكل بساطة ما تستحقش على أنك تكون من الكبار في كأس العالم خصتك تستاغل أنصاف الفرص إلا جاءت كناس فرصة خصتك تسجيلها إلا بغيتي تربح وإلا بغيتي تأهل الأدوار المتقدمة لقاء دياليوم بين الكرواتيا والسعودية رسالة للمنتخب الوطني المغربي سفتتتنا كرواتيا إلا جاءتكم فرص لما تواجهونا يوم الأربعان مقبل ومسجل التواج إحنا سنعاقبكم من أول فرصة سأجينا سنخشيو كرة في الشبقة إلا بغينا ندروا مقارنة بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي صراحة لا يوجد فوارق كثيرة لا يوجد فوارق كبيرة يمكنني أن نقول 50-50 باستثناء وسط الميدان الكرواتيا تفوق فيه بحكم لأنه موردريتش متوسط ميداريا مادريد بروزوفيتش التي تعتبر من أفضل لعبين الارتكاس في العالم التي يلعب في إنتر ديميلة وكوفاتيش التي يلعب في تشيلسي بروزوفيتش نضيفهم بريسيتش التي يلعب في توتنهام في توتنهام يمكنني أن يلعب تروا ويمكنني أن يلعب جانح تنظر في كرواتها يلعب جانح أيصر باستثناء هذه اللاعبين يمكننا مقارنة في قلوب الدفاع نحن الأفضل في الأظهرة لعبين حكيمي ومزراوي لاعبين على أعلى مستوى ويلاعبون في مستوى عالي جدا وفي المقدمة أيضا في الأجنيحة لدينا بوفان لدينا الزلزولي لدينا زياج وفي رأس الحربة لدينا عبد الرزاق حمد الله وللنصيري وللشديرة على حسب المدرب في من سيوضع التقيقات يعني تقريبا خمسين خمسين لا يوجد تفوق لأي منتخب على الآخر ولا يوجد الفوارق الكبيرة في المستويات المنتخب الكرواتي يلعب كوراة قدم جماعية يعتمد على المنظومة والنجوم دياله كيسخروا لإمكانيات ديالهم والتيكنيك ديالهم في خدمة المنتخب يعني موردريتش بتمرير وحدة يمكن له حتى المهاجم انفيراد ولكن غادي هو ولاعب آخر انفيراد غيف يضطل لأنه يباسي كورا الصديق دياله باش يضمن على أنه كوراة تسجل تسبق مصلحة المنتخب على المصلحة الفرضية هدو ما الدوروز لغس يستفد منهم المنتخب الوطني المغربي عدنا الإمكانيات باش نمشي ونقارع أقوى المنتخبات إلا لعبنا بتواضح إلا رجلينا بقصف الأرض إلا عرفنا القيمة وعرفنا الإمكانيات ديالنا وأهم شيء إلا خشينا كوراة في الشمكة تقنعني بشي حاجة اسمية الأداء المشرف رعيت من هذه الجملة هذه الجملة ولدك تصفني واشحنا كمنتخب مغربي غمقوا دائما نمشون نقوله أداء مشرف إيا الأداء المشرف ديره مرات ديره جوج ديره ثلاثة ولكن بغينا النتائج بغينا النتائج على الأقل تأهل الضوء الثاني في كعس العالم باش يمكنك تقول على رأسك نجحتي درتي شي حاجة ولكن تمشي وتلعب تلعب 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 مقابلة في مرحلة تلعب المجموعات وتخسر هم بثلاثة بيهم وفي تالي تقول لي لا لعبنا معهم لا لعبنا حسن منهم عفوان لحنا كنا الطرف الأفضل على الطاريخ ما كيعقلش على هذا الشيء ما كيعقلش على الطرف الأفضل كيعقل على النتائج كيعقل على الألقار يعني وعدنا فرصة ذهبية لاعبين شباب بغي أن يتبتوا الإمكانيات ديالهم وأي واحد تألق في كأس العالم الأسهم دياله سترتفع كثيرا فرصة ذهبية الحاكم زياش يقدم كأس العالم كبير يمكن يخرج من تشيلسي ويمشي النادي أفضل وفرصة أيضا للعديد من اللاعبين باش يكتبوا واحد شهادة ميلاد جديدة ويتقلق لأي واحد تقلق في الموندير أكيد على أنه يمكن المستوى آخر اليوم بغيت نتحدث على المقابلة الويد لعب المنتخب الكرواتي والذي فيها واحد الدروس كثيرة نتمنى على أن المنتخب الوطن المغربي يوجدها ويستفد منها لأنه صراحة كمستوى لدينا اللاعبين يمكن اللعبه ندل ند مع المنتخب الكرواتي إلى أمن بالإمكانية كان هذا كل ما يخص الحلقة اليوم إذا أعجبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في قناة بزدائم جديد أول بأول كان معكم الرئيس من قناة برافين السلام الله اشتركوا في القناة